ومن هنا فإني أنبه أخواني جميعا على احتساب الأجر والثواب الأخروي فيما يؤدونه من أعمالهم فأنت يا أيها الموظف الذي تذهب لوظيفتك سواء كانت في قطاع حكومي أو في قطاع خاص ليكن من شأنك أن تنوي بهذا العمل أن تنال رضا الله وأجره من خلال وفائك بهذا العقد وأدائك للعمل الموكلبك على أكمل الوجوه وأتمها من خلال حضورك على الوقت وعدم تغيبك عنه من خلال سعيك لأن يكون راتبك حلالا وأن يكون كسبك نقيا فمن ثم تكون عابدا لله جل وعلا في أداء العمل الذي قد عملته وهكذا يتمكن الإنسان من قلب حياته كلها لتكون أعماله كلها عبادة لله تعالى والعبد يستشعر أن خلق الإنسان كان من أجل عبادة الله ومن تلك العبادة أن يؤدي الأعمال الموكلة به قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ